كشفت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد أن مصر جاءت في المركز الثاني بقائمة أكثر الدول العربية جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2022 ويعد مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة خطوة تاريخية لمصر في عهد الرئيس عبدالفتاح سيسي كونها أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر بالإضافة إلى أن هذه الصفقة تتميز بكونها تعتمد على الشراكة وليس بيعاً للأصول لذلك فإن الصفقة الاستثمارية الخاصة بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة ستحقق عدداً كبيراً من المكاسب للدولة المصرية